إسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتيجة لكسرة الأشياء يحاول كيفية تحميل نسخة siinä luminوز التانيل للنسخة الأهيائية و أصلية وكيفية تصطيبها على فلاشه وتفعلها اليوم سأقدر لكم كيفية تحمل نسخة Windows التامن في الموقع الرئيسي مايكرو السؤمن كيفية تصطيبها وتزيلها على فلاشة و كيفية تفعل النسخة تم имلكية بالخمسط نسخة الخام لم تظهر لها أي ذي البشر يعني لم يوجد أي تعديل من الموقع الرئيسي مايكونسورت تماما في هذا الفيديو سأتي إلى ثلاثة الروابط الرابط الأول هو رابط ويندوز التن رابط موقع مايكونسورت للتحليل الرابط الثالث هو رابط الأداء لكي نستطيع نصدب الويندوز على الفلاشة الرابط الثالث هو رابط تفعيل ويندوز التن جميع هذه الرابط سأضعها على دسكريبتر أسفل الفيديو في الأول سأذهب إلى موقع مايكروسوفت تحميل نسخة الفلويندوز كما ما هو معده جديد نصف بهذا الأشياء تطعب هذا البربالنس بأنه ليس يعني أممكن أن تغيرنا منهما إذا لم يتعرف التعريف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي tidak ترجمة نانسي قنقر Rather than 1 السبب.. نضع التالي للدخول ونختر المسعب التي مريده نضع الأفضل النسون من بعدها الان بعد الاختيار النسوقة الإينجرون أتضح لؤnın الآن نختار مثل ، هل تريد ألعاب ماذا تريد ألعاب باللة في العرب؟ او أي لغة تريد ألعاب بس الآن نختار الألعاب على بتفجير الآن نختار نظام لديه هو هل 32 بيت أو 64 بيت طبعا حسب ان كان الجهاز لك مثلا سيختار 64 بيت وسيبدأ التحميل الآن مباشرة كما طلعونا الآن بدأ التحميل مباشرة سخطئ الويندز 3.960 ميليكا هذا إستار داوله وسيبدأ التحميل مباشرة هو طبعا تحميل سهلي جدا ومع رئيسي مايكرو سوف تدعم السيجمال فعلي وطمعا قمت بتحميل نسقطة المدينة القابلة بهذا الشكل هي مدينة هنا قمت بتحميلها الآن قابلة لنسقطة باللغة الانجيزية طبعا الآن كيف نستطيع على الفلاش نستطيع على الفلاش تحتاج إلى تحتاج إلى عدات تصديق المدينة على الفلاش طبعا أيضا الرابط هذه العدو لاحظة في التسكريبشن آس في الفيديو بعد تحميل العدات تحتاج إلى منفق بهذا الشكل نضعط على هذا الحر وهنا اذا أردت أن تسطب نسخة الويندوز يجب أن تتوافع على فلاش بحجم أقل حجم 8 جيجا لأن أربعة يجب هنا لا تنفع على تسطيب ويندوز 10 أقل الشيء يجب أن تتوافع على فلاش بأربعة 8 جيجا يعني قبل أن تشغل هذا البرنامج يجب أن يجب أن تدخل الفلاش في الجهاز طبعا كما طلح هنا الآن أقوم بتدخالها على الجهاز بعد ذلك تعدو تشغل أقوم بتنسخة الويندوز على الفلاش من هنا تختار الفلاش الآن طبعا توفر على عاداتين في الجهاز مثلا سأختار المسخة أو سأختار الفلاش 16 بيجا هنا هنا تقوم بتحديد مكان على نسخة الويندوز التي تنزلتها مثلا مثلا هنا هنا نسخة الويندوز أقوم بتدخل الفلاش الآن الأداء أصبح الجاهزة لتصميم الويند على الفلاش هنا نسخة الويند على أصدق المسخة كنت تنزل ونزل ولكن هنا 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 الأشياء الموجودة في ألف العجم الآن ضمط العزين هو يقوم بالتنزيل الآخر سأقوم بتوقيف السجيل حتى يتهي من تنزيل المنتز كما تلاحظون الآن اكتمل تنزيل المنتز على فلاشة كما تلاحظون الآن اكتمل هنا تصدق على فلاشة الخطوة الثانية هو خطوة تصطيب المنتز هو تصطيبه سهل جدا كل ما عليكم فحله هو تعمل تصطيب الويندوز بعد تنزيل الويندوز كما قلت هو تنصيبه سهل جدا تفعيل الويندوز لتفعيله أيضا هنا هي أدات تفعيل الويندوز أضعها في الويندوز هنا تقوم بفتح الأدات كما كهذا هذه هي أدات تفعيل الويندوز كما تلاحظون الآن هنا تضغط على اكتفيشن هنا نختار الويندوز يعني هذا هي تقوم أيضا بتفعيل الويندوز لكن هنا نضغط على اكتفيش ويندوز فتضغط على اكتفيش ويندوز يعني هنا هنا في هذه هنا سيقوم بفتح القراءة حتى يجع يقول لك عمل ريستار للكمبيوتر أزالت عمل ريستار و سيقوم بتفعيل الويندوز هذه الأدات طبعا هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة إذا أعجبكم الفيديو لا تقفل علينا بالضغط على اللايك واعجب الاشتراك في الغنات ياريت الاشتراك في الغنات وأدعمها الاستمرارية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته